وكندي في تقديرك سيانيس اليوم إذا لو كان مش نرجعو المنظومة متى 1995 سوم السيارات بشي قل لأنه كراها بش تدخل وربا مش تدخل أرخص وهذا بشي خلي أنه ما فماش ضغط حتى على سوق ثانيا معنى سوق لوكازيون ينجم يرخص في السوم خاطر يسورتو أنه السيارات اللي جي من بره اللي نورم مهمش نورم اللي بيعونا فيهم معناها اللي كونسيسيونير دوتوم موبيل في تونس معناها مع كل احتراماتي ووثنين اللي حكيتو عليهم بكري بالنسبة لل معنى الكاتشوفو والسانكشوفو يخيشون الفرق ما بيناتهم هو كلكوزوبسيون راو معنى جي في اللي خطلق النفس الموتوريزاتيون كل شيء زيدوا بلوتوث حاطلوا ركاء مانا رادار دوروكولترشلية معنى يمشي السوم من أشو عشرين مليون سا نجستفي با تلاتين مليون دو ديفرنس صحيح معنى فمده ووزيدة راو حاجة أخرى أنا بالنسبة لي الدولة اللي تقول راو أنا ندعم ومبعت عمليه لفيسكاليتي ساعلين معنى ذاك موضوع معنى ميهدين يتول الكراهب جي تلقى وقت اللي يجيك وكالي سيارات يقول الكراهب بريس كشتار السوم ديزنبوية تاكس والدولة هي اللي تزيد في اليزنبوية تاكس الله يرحمو الوزير المالي سي سليم شاكر معنى ها إلا فولو وما الدولة اللي غالب ما تستمرش في دونس نحن القرارات إلا فولو متر دوتو زيرو وفان معنى وقتين باعد جيو قالوا لي عنا ضغط في الميزانية ووي 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 دونك أفك سا عملنا لانفلاسيون شوف بتيحان الدينار معنى ما بين سوتاش يسويفون وبزيادة متعالي زنبوية تاكس شوف الكراهب اللي كانت ثماني مليون تاوى ميوستي مليون شكرا ليك سيانيس بن سعيد المستشار الجيبائي يعطيك صاح على كل هذي المعطيات المنظومة FCR إن شاء الله نشوفه ربما رجوع إلى فإن شاء الله يمنا تكي ومنا تشفيره يعني يفودير أنه زادة فما يفوق ريالما ينتهي الدمباكت بش نشوف واسكو بالحق ستونبون مجيره يلزم ناخذ بعين الاعتبار المواطن التونسي ونحكيه على السيارة الأولى لطبقة أكبر شوية في المرتبات متاحها ونعملوا أنيكيليبر ما بين الزوز لأنه زادة اليوم في غياب انفراستركتور دو ترانسبور بيبليك هذا المشكل رويز من تلهاو بلنا الترانسبور ببليك هذا المشكل ونطنع يزي من نسمحوا للشباب بمتاعنا بش ما يخرش لبرة بش يانو يشري سيارة لهنا شكرا ليك سيارة سنين ثلاثة سنين متعكربة بش جي من برة تلقاها معناها شكرا ليك سيانيس بن سعيد أيضا فاصل ونستقبل السيد عادل شعبان رئيس الغرفة التونسية الإسبانية للصناعة والتجارة بش نحكيه حول طلبات مجلس الغرفة المشتركة للصناعة والتجارة لتنقية مناخ الأعمال بمناسبة الحوار بين القطاع العام والخاص اشتركوا في القناة